جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب جيل فريد صاغ أسمى من سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الفلاهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معشر الأحبة في الله مع سلسلة طيبة مباركة تحت عنوان وبالنجم هم يهتدون هذه السلسلة حلقاتها حديث عن جماعة من رجال هذه الأمة ونسائها جعلهم الله تبارك وتعالى معالم هداية يهتدي الناس بهم في الخير منهم منه 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 من معلم في العدل في الحكم ومنهم من هو ايضا معلم في الانفاق في سبيل والقائمة بذكر هؤلاء النجوم الذين هم معالم هداية في هذه المجالات المتعددة كثيرون هؤلاء النجوم اختارهم الله عز وجل لكي يتبوأ هذه المنزلة وهي انهم معالم هداية والله يقول عن نفسه وهو اصدق القائلين وربك يخلق ما يشاء ويختار عنوان هذه السلسلة الطيبة المباركة اقتبستهم من القرآن الكريم يقول عز وجل وبالنجم هم يهتدون يقول قتادة ابن دعام السدوسي رحمه الله جعل الله النجوم هداية للناس او جعل الله النجوم هداية للناس يهتدون بها في ظلمات البر والبحر وجعل النجوم ايضا زينة للسماء وجعل النجوم رجوما للشياطين وقول قتادة هذا كما هو ملاحظ هو نتيجة تدبر القرآن الكريم ونتيجة استقراء كلام رب العالمين قال عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبر اياته وليتذكر اولو الالباب فقتادة لما تدبر القرآن وجد ان الله عز وجل يقول في كتابه وعلامات وبالنجم هم يهتدون ووجد في كتابه ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير اذا نجوم السماء هداية للناس في ظلمات البر والبحر نجوم السماء زينة لها ونجوم السماء رجوم للشياطين معشر الاحبة في الله هؤلاء النجوم الذين سنتحدث عنهم هم ايضا نجوم هداية يقتدي بهم الناس في ظلمات الجهل والظلم والشرك والبدع فهم يبددون هذا الظلام بنور العلم وبنور العدل وبنور التوحيد وبنور السنة والاتباع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم وفي رواية او ضبط اخر حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا وهذا الحديث مروي في الصحيح الامام البخاري يشير فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الى اهمية وجود اهل العلم الذين هم نجوم هداية يهتدي بهم الناس في ظلمات الجهل والظلم والشرك والبدع فعندما يفتقدون فانه يخلفهم اناس يضلون الناس عن صراط الله المستقيم بما يفتونهم من الفتاوى التي لا زمام لها ولا خطام وفي قصة الذي قتل مئة نفس لما سئل عن اعلم اهل الارض دل على عالم قال له انه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال هذا العالم نعم له توبة ومن يحول بينه وبين التوبة الى الله ولكن اخرج من القرية التي انت فيها وهذا العالم استدل من خلال هذه العينة الفاسدة على ان هذا الانسان ما وصل الى هذا المستوى في الجريمة وهو قتل مئة نفس الا لانه يعيش في وسط اجرامي في وسط متعف تنتشر فيه الجريمة وتتنوع فيه الجريمة ولهذا قال له اخرج من القرية التي انت فيها فوجود العلماء كما قلت هداية ونور للناس يستنيرون بهم في كل ما يحتاجون اليه من امورهم الدينية والاخروية وهؤلاء النجوم ايضا هم زينة في الارض كما ان النجوم زينة في السماء فكما ان السماء تظلم ويذهب جمالها اذا انطمست نجومها كذلكم الارض تظلم ويذهب بهاؤها اذا فقد علماؤها وفضلاؤها يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه او عالما او متعلما فهذه الدنيا ما كان لها وزن عند الله تعالى كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعديل عند الله جناحة بعوضة ما سق منها كافرا شربة ماء اذا هي ليست لها منزلة ولا قيمة عند الله ولكن بوجود بوجود العلم وبوجود طلبة العلم وبوجود العلماء كان لها قيمتها وكان لها وزنها الدنيا ملعون ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه او عالما او متعلما وكذلكم ذكر الله عز وجل فهذه الدنيا لا تزن شيئا لو لا ان الله تبارك وتعالى جعل فيها ذكره ولا ذكر الله اكبر هؤلاء النجوم ايضا هم رجوم للشياطين رجوم للشياطين الجن ولشياطين الانس الذين يفتنون الناس بما يثيرونه من الشبهات وبما وبما يفتحون ابواباه من الشهوات فب احياء اليقين في الناس وببعث الصبر فيهم فان هذه الشبهات تتبدد وان هذه الشبهات تتقى وان هذه الشهوات تتقى كما قال سبحانه وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالصبر دواء الشهوات واليقين دواء الشبهات وصدق من قال من العلماء بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين يقول الامام احمد ابن حنبل رحمه الله يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل الالم يهدون بكتاب الله من ضل عن صلاة الله المستقيم يهدون بكتاب الله اهل الهواء ويبصرون به اهل العمى فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من ضال تائه قد هدوه ثم قال رحمه الله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذه الكلمة الاخيرة هي ما ندندن حوله وهو ان العلماء وان هؤلاء النجوم رجوم للشياطين لانهم ينفون عن القرآن والسنة انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين وفي الحقيقة هذا اثر بعض اهل العلم يحسنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فطوب لمن جعله الله عز وجل نجما يهتد به في الخير ان الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان فالذي يكون نجما في هداية الناس في الخير يعينهم على البر والتقوى وله بكل شخص يقتدي به له مثل اجره كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خين فله مثل اجر فاعله ويقول عليه الصلاة السلام ان الله عز وجل بيده خزائن الخير فطوب لمن جعله الله تعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر فنسأل فنسأل الله تعالى ان يجعلنا مفاتيحا للخير مغالقا للشر فنسأل الله تعالى ان يجعلنا اسباب هداية لا اسباب ضلال وغواية اخترت هذا الموضوع لاسباب كثيرة منها تصحيح مفهوم النجومية والنجم او تصحيح مفهوم البطولة والبطل نحن في هذا الزمان اذا اطلق اسم النجم واطلق اسم النجومية فانه ينصرف الى غير هؤلاء الفضلاء الى غير العلماء والى غير العباد والزهاد والى غير اصحاب الاخلاق الفاضلة والى غير الحكام العادلين والصلاطين المنصفين والى غير اصحاب الانفاق وما الى ذلك فاذا لابد من تصحيح مفهوم النجم والنجومية حتى ننزل الناس منازلهم وكما قال القائل ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتق الله البطل لا تقل اصلي وفصلي ابدا انما اصل الفتاة ما قد حصل اسأل الامم الراقية فانك تجدها تعرف تاريخها ورجالها وابطالها اما نحن ونحن اصحاب الحضارة المتقدمة التي سادت وقادت قرونا طويلة وهي مؤهلة لان تعود مرة اخرى لان الحضارة الاسلامية الان هي شجرة ذابلة ولم تمت بحمد الله تعالى لان جذورها راسخة فهي كما قال سبحانه وتعالى كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء اسأل ابناء هذه الامة الاسلامية وابناء هذه الحضارة الاسلامية فانهم يجهلون تاريخهم المجيد ويجهلون رجالهم الابطال لماذا لان مفهوم النجم والنجومية ومفهوم البطولة والبطل غاب من اذهانهم واستبدلوا بالنجومية والنجم وبالبطولة والبطل معاني اخرى لا تمتوا بالنجومية والنجم والبطولة والبطل بصلة السبب الثاني هو تعريف الخلف برجال ونساء السلف نحن ابناء رجال اشاوس وابطال نشامة وفرسال مغاوير لا يشق لهم غبار والذي يقرأ التاريخ يجد ان الامة الاسلامية ودود ولود تنظر من رحمها عددا هائلا من الرجال والنساء الذين يستحقون بجدارة ان يكون نجوم هذه الامة يقتدى بهم في الخير السبب الثالث الامة برجالها ونسائها اذا ردت انتازن اي امة فانظر الى قيمة رجالها ونسائها ولكم هذه الامة التي من خلالها تعرفون ان الامة برجالها ونسائها في غزوة احد لما استشهد سبعون صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اهله وسلم ووقع تلكم الهزيمة النسبية وكان فيها دروس جاء ابو سوفيا وكان حينها مشركا ونادى في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قال افيكم محمد فلم يجيبوه قال افيكم ابن ابي قحافة وهو ابو بكر الصديق فلم يجيبوه قال افيكم ابن الخطاب وهو عمر ابن الخطاب فلم يجيبوه لماذا سأل عن هؤلاء هم خيرة هذه الامة وهم بالترتيب الرجل الاول محمد رسول الله الرجل الثاني ابو بكر الصديق الرجل الثالث هو عمر ابن الخطاب اذا الامة برجالها ولهذا سأل عن هؤلاء وكذلك في حادثة الافك الامة بنسائها استهدفت ام المؤمن عائشة رضي الله تعالى عنها واتهمت بانها فعلت الفاحشة وما ذلك الا لان المرأة المسلمة لها وزنها ولها اثرها في الامة الاسلامية وارد المنافقون من خلال اتهام ام المؤمنين عائشة بالفاحشة ان يزعزعوا كيان هذه الدولة التي بناها سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول عبدالله ابن مسعود في الاثر لا نزل اعزة منذ اسلم عمر لا نزل اعزة منذ اسلم عمر اذا الامة برجالها ويقول علي بن المديني رحمه الله لقد نصر الله الاسلام برجلين باب بكر الصديق يوم الردة وبالامام احمد بن حنبل يوم الفتنة وهي فتنة القول بخلق القرآن الكريم اخيرا وليس بالاخير في الحقيقة وانما انا حصرت هذه الاسباب واجملتها السبب الرابع حتى نتبين او تتبين حقيقة المدعين الذين يزعمون انهم نجوم وانهم ابطال وليسوا بكذلك وفي المثل وبضدها تتبين الاشياء اننا اذا تحدثنا عن هؤلاء النجوم الحقيقيين وعن هؤلاء الابطال الحقيقيين سيتبين لكل ذي سمع ولكل ذي بصر ولكل ذي قلب ان النجمة والنجومية لها اصحابها لها رجالها ولها نساؤها ولن نجد ذلك الا في هذه الامة الاسلامية المباركة الغراء التي كما قلت سابقا ودود ولود تنثر من رحيمها كما هائلا لعد له ولا حصر من هؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة سنين خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتكلم فيها الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة الرجل التافه يتكلم في امر العامة وهذا فيه اشارة الى ان غياب العلماء وغياب النجوم وغياب الابطال يترك الفراغ لامثال هؤلاء فتنقالب الموازين فيصدق الكاذب ويكذب الصادق ويعتمل الخائن ويخون الامين اذا او اذا حتى نتبين حقيقة هؤلاء المدعين لابد من اظهار لمعان وضوء نجوم هؤلاء النجوم الحقيقيين والى لقاء اخر باذن الله عز وجل وسنبدأ فيه بنجم النجوم بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكريم بآل البيت والاصحاب الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه